بعد سنوات من الحرب والجفاف ودمار الأراضي الزراعية بفعل العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية ضد تنظيم الدولة أعاد المزارعون أراضيهم الزراعية إلى ما كانت عليه قبل دمارها وبمجهوداتهم الفردية هذه المرة استيقظ المزارعون في العديد من المحافظات العراقية مثل ديالة وصلاح الدين والتأميم ونينوى على لضى النار وهي تأكل محاصيلهم وعثر العديد منهم على أدوات داخل الحقول المحروقة تثبت أن الحرائق تمت بفعل فاعل وفي الوقت الذي يحذر مسؤولون من تعرض ربع المحصول العراقي هذا العام للخطر تعمل حكومة عبد المهدي على التقليل من شأن الأزمة بقولها إن الحرائق التي تم إشعالها عمدا قليلة جدا والمساحات التي شبت فيها الحرائق من الأراضي الزراعية ضئيلة للغاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفسه هون من الأمر وقال إن نحو عشر الحرائق فقط ناتج عن عمليات تخريب وعز البقية إما لخلل كهربائي أو أعطال الآلات الزراعية وكالة رايترز أكلت أن تصريحات عبد المهدي بأن مساحة الأراضي التي التهمتها الحرائق لا تتجاوز الأربعين ألف دونم لا تتناسب مع تلك التي كشف عنها المسؤولون المحليون والفلاحون والتي أكرت أن المساحة تتجاوزت مائة وخمسة وأربعين ألف دونم مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين أكرت أن عدد الحرائق في المحافظة بلغ 267 حريقا في شهر آيار وحده في الوقت الذي سجلت مصادر رسمية في محافظة نينوى التي تمثل ما يقرب من نصف مساحة الأرض الزراعية في العراق 180 حريقا خلال أسبوعين فقط تمتد بين منتصف شهر آيار إلى بداية حزيران تصريحات أثبتت كذب الحكومة وتنصلها من واجباتها تارة بتزييف الحقائق وتارة أخرى بإهمالها في مساعدة أصحاب المحاصل الزراعية وتعويضهم لتبقى نظرة الخوف والترقب في عيون المزارعين منزوجة بالدموع وهي تنظر للبقايا المتفحمة في حقولهم ترجمة نانسي قنقر